السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة ميكاني كواك 4 السيارات اليوم سنقدم لكم الشرح مبسط حول طريقة توصيل اسلاك عداد مؤشر حرارة محرك السيارة مع حساس الحرارة على طاولة الاختبار إذ كل ما يتوجب علينا إحضاره في هذا الشرح عداد الحرارة وكذلك سنحتاج إلى حساس الحرارة وسنحتاج إلى اسلاك توصيل وإلى تياك هربائي 12 فولت لنمر لعملية تركيب قبل ذلك سأعرفكم أولا حول طريقة فحص حساس الحرارة خارجيا إذا كان يعمل أملاء قبل تركيبه بالسيارة هذا هو حساس الحرارة إخواني سأتي بمروحة حتى أوليكم طريقة فحصه ونأتي بتيار كهربائي 12 فولت سأقوم بتركيب سلك ونعتبر هذا سالب جسم السيارة ونقوم بتوصيله مباشرة بسالب ثم نأتي بالموجب أقوم بتوصيله بالمروحة بهذا الشكل ثم يتبقى لهذا الطرف الأسود أقوم بتركيبه هنا للمروحة يعني هذا الحساس يعتبر قاطع سنقوم الآن بوضع الحرارة عالي بهذا الشكل وسنقوم بتركيب المروحة ملاحظة بدأت في عملية الضوارة بهذا الشكل يعني الحساس جيد إذا لم تعمل معنا فنعرف إن الحساس غير جيد بهذا الشكل تعمل إخواني وهذه هي الضوارة البسيطة بهذا الشكل إذن بعدما عرفنا إن الحساس جيد سنقوم بفحص هذه الساعة وطريقة تركيبها وطريقة عملها إخواني لو نلاحظ هنا يوجد معنا موجب وسالب وهنا المقاومة يعني هنا أركب الحساس وهذا عبارة عن مصباح فقط ها هو سأقوم بنزعه هذا مصباح أقوم بإعطائه فقط سالب وموجب لكي تشتغل الشاشة هنا المصباح طريقة تركيبه سهلة جدا إخواني نقوم بإعطائه سالب من جسم السيارة والموجب نأتي به مباشرة من ضوء الفيوز أقوم بوضع ضوء الفيوز ثم أقوم بإعطائه لامبة فحص بهذا الشكل أضع طرفها على جسم السيارة سالب والطرف الآخر أقوم بوضع الفيوز ثم أتفحص الأسلاك عندما تشتغل لامبة الفحص وأقوم بإعطائه لامبة الفحص ذلك هو السلك الذي أبحث عنه أقوم بتجريح ذلك السلك وسخراج منه سلك وأقوم بوضعه هنا وهنا السالب بحيث عندما يأتي الليل أقوم بتشغيل الفيوز تشتغل معي الشاشة انتهينا من المصباح هنا الموجب والسالب كيف نقوم بتركيبه؟ نأتي بالسلك حتى نفهم السالب أقوم بتركيبه مباشرة بالسالب بعد الشكل والموجب والموجب أقوم بتركيبه بالموجب الموجب إخواني أنا قمت بتركيبه مباشرة بهذا الشكل على طوال الاختبار لكن على السيارة الموجب نأتي إلى مفتاح سويتش أقوم بوضعه بالوضع الثاني ثم نقوم بتفحص ثم نضع لمبة الفحص بجسم السيارة السالب وأقوم بتفحص السلاك سويتش عندما تشتغل لمبة الفحص وأقوم بيرجع المفتاح تنطفئ ذلك هو السلك الذي أبحث عنه الموجب أقوم بتركيبه بالموجب هنا يعني أريد الساعة تشتغل فقط عندما أقوم بوضع الكنتاك وعندما أقوم بإطفاء السيارة تنطفئ معي الساعة قلنا هنا الموجب وهنا السالب يتبقى لي الحساس مكان وضع الحساس نأتي ب فيشة أقوم بوضعه هنا بهذا الشكل ولتكون هذه الموجب سلك أحمل لأن هنا في التركيب بالسيارة يكون هذا بكلاس أو الوجه العلوي للمحرك يعني هذا سالب سأعطيه سالب ها هو نعطيه سالب وهذه النقطة أقوم بتركيبها بهذا الشكل فقط فقط بهذا نكون قد انتهينا من عملية تركيب قلنا هنا سالب وهنا موجب وهنا الحساس يكون مركب ب الكلاس أو الوجه العلوي للمحرك ومنه يمر هذا السلك مباشرة إلى هذا المدخل للمقاومة ثم نقوم بتسخين الحساس بهذا الشكل ونلاحظ ارتفاع درجة الحرارة نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة بهذا الشكل ترتفع معنا درجة الحرارة إخواني هذا هو التركيب لساعة أو عداد مؤشر حرارة المحرك بدأت في انخفاض يعني احسن توصيلة إخواني عندما تشاري وطريقة سهلة لعملية تركيبها الساعة إذا ما أردنا تشغيلها تقوم فقط بوضع لو نلاحظ هنا السالب والموجب اقوم بوضع سلك هنا وسلك هنا وستشغل معي شاهدوا اشتغلت معي ها هي وبهذا الشكل تشغل ونلاحظ نخفاض درجة الحرارة بهذا الشكل إخواني يعني تستطيع تركيبها بنفسك دون الذهب إلى كهربائي السيارات تركيبها سهلة في فيديو آخر سيكون درس عمالي حول تركيبه على السيارة إذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بنشره في الدل على الخير كفاعله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته